أهلا بكم إلى موجز أخباري الآن قال مراسل أخباري الآن في ريف دمشق إن خمسين مدنيا قتلوا اليوم وجرح أكثر من مئة آخرين جراء تكثيف قوات النظام قصفها للغوطة الشرقية خاصة مدينة دومة وأضف مراسلنا أن سبعة أطفال وثلاثة مدرسات قتلوا بعدما شن النظام أكثر من خمسين غارة جوية استهدفت الأحياء السكنية والمدارس والأسواق الشعبية يوم دامي استيقظ عليه أهالي الغوطة الشرقية حيث تعرضت أكثر من عشر مناطق في الغوطة الشرقية لقصف من قبل قوات النظام كانت لدومة النصيب الأكبر من تلك الغارات حيث تعرضت لقصف بصواريخ عنقودية أدى إلى دمار أحياء سكنية بكاملها كما نرى في هذا الحي كما تعرضت مدرسة لقصف بتلك الصواريخ الأمر الذي أوقع أكثر من عشر شهداء في تلك المدرسة عم يضرب علينا من الصباح اليوم بالعنقودي والطيران وضربوا المدرسة كل أطفال وقبل أن تظهر المزرة يعني قتل وأطفال بتير والله ينتقم منه والله ينتقم كل ظالم بالدنيا نحن من الصباح من الساعة 8ة بلشوا القصف في 18 أول خزيفة نزلت نزلنا هون نزلوا جيران وعدنا بالأبو هلأ ما حزنا غير الأبو كله طبع علينا والله يجازي اللي كان السبب ونقول لروسيا اللعينة أنه تعيشوا في وين عبتوا ضربين بعد أكثر منهيك مقوم إذن كما نشاهد منذ الصباح نزل أهالي دومة إلى أقبية المباني حيث تعرضت المدينة بكاملها لغارات طيران أدت إلى حدوث مجازر يتعذر على سيرات الأسعاف حتى الآن الوصول لها كان معكم جواد العربيني لأخبار الآن من مدينة دومة في ريف دمشق